في محمد علي بن رمضان الاهلي بيتمسك جداً بيضمع محمد علي بن رمضان فريقه عنده مباراة في بطولة أوروبا مع ميتلند خسر الفريق خلاص هيبيه محمد علي بن رمضان للنادي الاهلي كسبه ممكن يبقى في كلام تانيش بس يعني هم غالباً هيبيه محمد علي بن رمضان للنادي العليا تقول لي بيهو آه يبيهو شوف في كلام برضو طلعه النهاردة ان الاهلي قد يستعير محمد علي بالرمضان كلمنا مع النادي الاهلي وقالونا ان احنا ما عندناش رغبة في استعارة محمد علي بالرمضان عندنا رغبة في شراءه نهائيا ودي الرغبة اللي طلقت مع رغبة ناديه المجري انهم برضو مش عايزين يعيروا اللاعب لو هيسيبوه فهيبقى بمنطق البيع النهائي ده فيما يخص محمد علي بالرمضان ايضا بالنسبة للنادي الاهلي سألنا عن حقيقة تراجع نادي الخلود السعودي عن صفقة اليو ديانج سؤول في النادي الاهلي قال ان الكلام ده مش مزبوط خالص وان النادي الخلود ما بلغناش بالتراجع عن صفقة اليو ديانج بل كمان احنا وصلنا المقابل المادي للصفقة والامور مشى بشكل طبيعي جدا وما فيش اي ازمة وما فيش اي مشكلة واللاعب مكمل اعارته الى نادي الخلود السعودي ده ايضا بحسب المصدر في النادي السعودي اللي قال لنا مفيش ناية في التراجع عن الصفقة برضو كان كلامة الكتير النهاردة فيما يخص هذا الامر